بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هذانا إلى دينه القويم وصراطه المستقيم سبحانه أنعم علينا بنعمة الإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يقول تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسرني في مستهل هذه المحاضرة أن أتقدم بالتحية الخالصة والشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الكبير ماجد عبد الله بوشليبي الأمين العام للمنتدى الإسلامي بالشارقة أما بعد فإن الله سبحانه أتم علينا نعمته وأكمل لنا دينه ورضي لنا الإسلام دينا خاتما فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فاقتضى ذلك أن يكون في رسالة هذا الدين الخاتم من الخصائص والسمات ما يجعلها خاتمة الرسالات السماوية وصالحة لكل زمان ومكان وموجهة إلى جميع الخلائق يقول تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ومن أعظم هذه السماة وأجل تلك الخصائص ما تميز به ديننا الحنيف من الدعوة إلى السماحة واليسر والتعايش في كل شأن من شؤون الحياة على اختلاف ألوانها في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب مع المسلمين وغير المسلمين فالمجتمع الإسلامي يجمع بين جنباته جميع العناصر التي تعيش في داخله وهي تدين بدين آخر غير دين الإسلام ومن منطلق أن الإسلام هو دين العدل والتسامح والتعايش بين جميع أفراد مجتمعه فإنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيه من غير المسلمين على أسس وطيضة في التسامح والتعايش والعدالة والبر والرحمة وهي أسس لم تعرفها البشرية قبل الإسلام وقد عاشت قروناً بعد الإسلام وهي تقاسي الويل من فقدانها وتعاني الأمرين من عدم تحققها ولا تزال إلى اليوم تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة فلا تكاد تصل إليها في مجتمع ما وفي وقت ما إلا غلب عليها الهوى والعصبية وضيق الأفق والأنانية وجرتها إلى صراع دام مع المخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون لهذا أقدم هذا البحث لمن يريدون معرفة الحقيقة مسلمين وغير مسلمين حيث يبين بأوثق المصادر وأنصع الأذلة ما كفى له الإسلام لغير المسلمين من حقوق وكيف عاش هؤلاء الذين منحهم الإسلام ذمة الله وذمة رسوله وذمة جماعة المسلمين طوال العصور السابقة وبخاصة ما وقع في عصور الإسلام الذهبية الأولى وأقارن ذلك بما صنعته الأديان الأخرى وما تصنعه العقائد والأيدولوجيات السورية المعاصرة بمخالفيها وذلك من خلال هذا العنوان قيم التسامح والتعايش في المجتمعات المسلمة ومن خلال هذه المحاور والأهداف نصوص التسامح والتعايش في القرآن والسنة المجتمع النبوي في المدينة المنورة المجتمع النبوي في مكة المكرمة ثم المجتمع الأندلسي ثم نختم بالمجتمع الإماراتي في العصر الحديث نموزجاً حيث نبين تعايش الجنسيات والأديان المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة نبدأ أولاً بمعنى التسامح وبالرجوع إلى المعجم الوصيد نجد الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة نجد أن السماحة تعني الجود والكرم والسهولة يقال لفلان سمح جواد سخي ويتكلمون عن الشريعة السمحة وأنها سميت بذلك لما اجتملت عليه من يسر وسهولة وجاء في معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس أن السين والميم والحاء سمح أصل يدل على سلاسة وسهولة فيقال رجل سمح أي جواد قوم سمحاء ومساميح ويقال سمح في سيره إذا أسرع وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى والحافظ بن حجر في شرح لهذا الحديث الصحيح يبين أن كلمة سمحاً أي سهلاً وهي صفة تدل على الثبوت فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي وبين أن السماحة تشمل أصول الدين وفروعه وأن صورها لا تحصل فعقيدة الإسلام سمحة وشريعته سمحة وتمتد صور السماحة إلى المعاملة واستفاد من الحديث قول ما جاء في قول الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم ثم بيّن أن دين الإسلام زو يسر وأنه سمّي بذلك مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم ومن أوضح الأمثلة أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبت هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم ويشرح قوله أحب الدين أي خصال الدين لأن خصال الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها سمحاً أي سهلاً فهو أحب إلى الله ثم يبين أن أحب الأديان إلى الله الحنيفية والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتتسع وأن الحنيفية تطلق على ملة إبراهيم والسمحة بمعنى السهلة أي أنها مبنية على السهولة يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكون شهداء على الناس فيما أتعلق بمفهوم التعايش في اللغة بالرجوع إلى الدلالة اللغوية للتعايش التي هي الأصل في اشتقاق الاستراح جاء أيضاً في المعجم الوسيط عايشه بمعنى عاش معه وعايشه أي أعاشه وتعايشه أي عاشه على الألفة والمودة ومنه التعايش السلمي والعايش معناه الحياة وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والدخل والمعاش هو ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب ونحوهما والمعيشة هي المعاش إلى آخر ما ذكر واستشهد بقوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش فيما يتعلق بالمصطلح هناك عدة مستويات مستوى الأول سياسي إيديولوجي المستوى الثاني اقتصادي المستوى الثالث وهو ما سنركز عليه ديني وسقافي وحضاري وهو الأحدث ويشمل معنى التعايش الديني أو التعايش الحضاري والمراد به أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من أجل أن يسود الأمن والسلام العالم وحتى تعيش الإنسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر جميعا دون استثناء ويذكر الدكتور عبد العزيز التوجري في كتابه الحوار من أجل التعايش أنه قد عرف في السياسة الدولية مصطلح التعايش السلمي بمعنى قيام تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبادل المصالح وقد ظهر هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى معسكرين راح يتناحران على أساس عقائدي وبيّن أنه مما ساعد على إبراز الدعوة إلى سياسة التعايش الفزع الذري بعد أن أصبحت القنبلة النووية وهي أداة الدمار الشامل مشاعة بين دول المعسكرين وأكدت الرغبة في أن يكون التعايش السلمي هو السبيل إلى تنسيق العلاقات الدولية في العالم فالتعايش بهذا الفهم الموضوعي هو اتفاق الطرفين على تنظيم وسائل العيش فيما بينها ولا يخرج مفهوم التعايش بين الأديان عن هذا الإطار العام بأي حال من الأحوال وإلا فقد خصوصياته وانحرف عن غاياته وهذا ما يحتم وجود قاعدة ثابتة يقوم عليها التعايش بين الأديان وهو أمر له صلة وثيقة برسالة كل دين فيما يتعلق بالنصوص غستاف لبون في كتاب حضارة العرب أورد عددا من النصوص القرآنية وبدأ بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وبقوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى وهجرهم هجرا جميلا ثم قال في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آخر سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وليك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ولا تجادلوا أهل الكتاب سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وهناك كثير من النصوص وبالنسبة للأحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة وأمر بأن لا يجبر أحد من النصارى أو اليهود على ترك دينه فقد كتب إلى عامل له في اليمن من كان على يهودية أو نصرانية فلا يفتتن عنها وأساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فالبر والقصط مطلوبان من المسلم للناس جميعا ولو كانوا كفارا بدينه ما لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاة الإسلام ويتطهد أهله ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع والمراد بأهل الكتاب من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي وإن حرف وبدل بعد كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنة حتى لا يغر المراء الصدور ويوقد الجدل واللدد نار العصبية والبغضاء في القلوب وسبقا قلنا قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا باللتي هي أحسن يعني هي أحسن لو كان هناك طريقة حسنة وطريقة أحسن أحسن من الحسنة أيضا ويبيح الإسلام مؤكلة أهل الكتاب والأكل من زبائحهم كما أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفة مع ما قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا في الواقع تسامح كبير من الإسلام حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته وأم أولاده غير مسلمة وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين فيما يتعلق بالطعام والآيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدام وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام أما أهل الذمة فقد جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم أهل الذمة أو الذميين وهي كلمة لها معنى معناها الأمن والعهد والضمان والأمان وسموا بذلك لأن لهم عهد الله وعهد الرسول وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين فهم في أمان المسلمين وضمانهم بناء على عقد الذمة ربما هذا المصطلح صار غير مستعمل وصار يطلق الجنسية من غير المسلمين فطعت الدولة لرعاياها فيكتسبون حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم لكن الذم على هذا الأساس من أهل دار الإسلام كما يعبر الفقهاء أو كما يقول المعاصرون حامل الجنسية الإسلامية فغير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام أهل الحرب وهؤلاء لا زمة لهم ولا عهد أهل الذمة المقيمون تحت زمة المسلمين وقال ابن القيم أجمع الفقهاء على أن الجزية تأخذ من أهل الكتاب ومن المجوس وسموا بأهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم صار الآن يطلق عليهم المعاهد أكثر هو غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين عهد مهادنة وإذا دخل ديار المسلمين سم مستأمنا لابد من احترام العهود والمواثيق تحت عنوان فلسفة القرآن وسرعة انتشار الإسلام في العالم يذكر غستاف لوبون وهو المستشرق المعروف أن سهولة الإسلام العظيمة مشتقة من التوحيد المحط وفي هذه السهولة سر قوة الإسلام والإسلام وإدراكه سهل خال مما نراه في الأديان الأخرى هكذا يقول ويأباه الذوق السليم غالبا من المتناقضات والغوامط ولا شيء أكثر وضوحا وأقل غموضا من أصول الإسلام بوجود إله واحد وبمساواة جميع الناس أمام الله وببضعة فروض يدخل الجنة من يقوم بها ويدخل النار من يعرض عنها وإنك إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أي طبقة رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة وهو بذلك عكس النصراني الذي لا يستطيع أن يتحدث عن التثليس والاستحالة وأمام مثلهما من عقائد غامضة تحتاج إلى بيان وقد ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة في انتشاره في العالم ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام ويضرب مثلا بالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام فالمستشرق توماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام خصص بابا كاملا عن انتشار الإسلام بين مسيحي أفريقيا ثم ذكر أن فتح مصر على أيدي العرب تم ترحيب القبط بهم القبط اللي كان يطلق على سكان مصر في هذا الوقت لإنقاذهم من الحكم البيزنطي فيقول دخل الإسلام إفريقيا أولا مع الجيش العربي الذي غزى مصر بقيادة عمر بن العاص أو فتح مصر واترك انسحاب الجيوش البيزنطية بعد ذلك بثلاث سنين أهالي هذه البلاد المسيحيين الكثير العدد في أيدي الفاتحين ويرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب أو الفاتحون قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي لما عرف به من الإدارة الظالمة ولما أضمروه من حقد مريل على علماء اللهود وهكذا ثم يذكر بعض الأحوال يقول كان بعضهم يعذب ثم يلقى بهم في اليم وقد جلب الفتح الإسلامي إلى هؤلاء القبط ذلك اللفظ الذي يطلق على المسيحيين من الإعاقبة في مصر حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان وقد تركهم عمر بن العاص أحرارا على أن يدفعوا الجيزية وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية وخلصهم بذلك من هذا التدخل المستمر وكلام كثير يعني عن الأقباط ولذلك هناك وصايا خاصة بأقباط مصر فقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية خاصة فقد راوت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته فقال الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله وحديث آخر فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم وقد صدق الواقع التاريخ ما يتنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رحب الأقباط بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم رغم أن الروم الذين كانوا يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم ولكنهم كانوا من مذهب آخر وكانوا قساة عليهم فدخل الأقباط في دين الله أفواجا حتى إن بعض أولاد بني أمي فرض الجزي على من أسلم منهم لكثرة من اعتنق الإسلام وصارت مصر بوابة الإسلام إلى إفريقيا كلها وغدا أهلها عدة وأعوانا في سبيل الله وكلام فإن لهم ذمة ورحمة قالوا الرحم كون هاجر أم إسماعيل منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ولا غروة أن ذكر الإمام النووي هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحار إشارة إلى هذه الرحم التي أمر الله ورسوله بها أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر حتى قبل أن يسلموا الرسول أيضا يجعل للقبط من الحقوق أكثر مما لغيرهم فلهم الذمة لهم عهد الله وعهد رسوله وفي ضمان العقيدة وفي ضمان المجتمع يجب على من يرغب في الحكم بفائدة كتاب ديني كلام غستاف لبون أيضا أن ينظر إلى مدى تأثير عقائده والإسلام إذا ما نظر إليه من هذه الناحية وجد أنه من أشد الأديان تأثيرا في الناس ومن أكثر الأديان في الدعوة إلى التسامح والأمر بالعدل والإحسان وأنه بجانب ذلك يعلم هذه الأمور بسهولة يستمرئها الجميل يتقبلها الجميل ويذكر أننا حين نبحث في فتوح العرب والمسلمين وأسباب انتصاراتهم نجد أن القوة لم تكن عاملا في انتشار الإسلام فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من ساداتهم السابقين ولما كان عليه السلام والإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل ويذكر أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية وأنه لم يقل بمثلها مؤسس الأديان التي ظهرت قبله ونرى كيف صار خلافاؤه على سنته وأنه قد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوروبا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعانوا النظر في تاريخ العرب والمسلمين ثم ينقل عن واحد اسمه روبرت سون قوله إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغير لدينهم وبين روح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام أي السيف نشرا لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية ويقول أحد المؤرخين في تاريخ الحروب الصليبية إن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب وحرم محمد قتل الرهبان لعيكوفهم على العبادات ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس فذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة واقتما دخلوها ثم يقول ومن المؤسف أن تقتبس بعض الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم يتأسف على هذا واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة هناك مستشرق آخر اسمه آدم ميدز له كتاب اسم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري يتكلم عن الإمبراطورية الإسلامية ويفرق بينها وبين أوروبا التي كانت كلها على المسيحية في العصول المسطة فيقول الفرق هو وجود عدد كبير من أهل الديانات الأخرى بين المسلمين وأولئك هم أهل الذمة الذين كانوا وجودهم من أول الأمر حائلاً بين شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة سياسية ويذكر أنه ظلت كنائس اليهود والنصارى وأديرتهم أجزاء غريبة واستند أهل الذمة إلى ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وما منحوه من حقوق فلم يرضوا بالاندماج في المسلمين وقد حرص النصارى على أن تظل دار الإسلام دائماً غير تامة التكوين حتى إن المسلمين ظلوا دائماً يشعرون أنهم أجانب منتصرون لا أهل وطن ثم يذكر أن وجود النصارى بين المسلمين كان سبباً وهو ما أريد الاستشهاد به كان سبباً لظهور مبادئ التسامح التي نادى بها المصلحون المحدثون ولكن الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق أوجدت من أول الأمر نوعاً من التسامح الذي لم يعرف في أوروبا طوال العصور المسطى ثم يذكر أنه قد تجلى هذا التسامح في نشوء علم مقارنة الأديان أي دراسة الميلل والنحل على اختلافها والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم ابن حزم وغيرهم من الأزينة تكلموا عن الأديان الأخرى وإذا كان تسامح الدين والفكر له درجات ومراتب فإن الدرجة العليا في التسامح تتمثل في أن لا تضيق على المخالفين فيما يعتقدون حله في دينهم وفي مذهبهم حتى ولو كنت تعتقد أنه حرام في دينك وعلى مذهبك فروح السماحة التي تبدو في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار تتجلى هذه السماحة مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشركين الذين يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة ويقول عن الأبرار من عباد الله ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ومن الأصر كان غير المسلمين كثيرون وأيضاً التزم المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة في كل ما يعتقد غير المسلم أنه حلال في دينه ووسعوا له في ذلك ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم وكان يمكنهم أن يحرموا ذلك مراعاة لشريعة الدولة ودينها ولا يتهموا بكثير من التعصب ذلك لأن دين المجوسي مثلاً كان يسمح له بالزواج من أمه أو أخته فيمكن أن يتزوج من غيرهما ولا حرج إذا كان دين النصراني يحل له أن يأكل لحم الخنزير فإنه يستطيع أن يعيش عمره دون أن يأكله وفي لحم البقر والغنم والطير متسع له وكذلك الخمر وهكذا فلو أن الإسلام قال للذميين دعوا زواج المحارم وشرب الخمر وأكل الخنازير مراعاة لشعور إخوانكم المسلمين لم يكن عليهم في ذلك أي حرج لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكراً ولا أخلوا بواجب مقدس ومع هذا لم يقل الإسلام بذلك ولم يشأ أن يضيق على غير المسلمين في أمر يعتقدون حلة وقال للمسلمين اتركوهم وما يدينون كذلك روى بالنسبة في معاملة الرسول مع أهل الكتاب سواء كانوا يهوداً أو نصارى ذكر ابن إسحاق في السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة دخلوا في مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم في مسجد رسول الله وعقب المجتهد بن القيم على هذه القصة في كتاب زاد المعاد فقال يؤخذ منها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بصدق على أهل بيت من اليهود فيتجرى عليهم وروى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقزه به من النار والحديث المعروف دائما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه وما كانوا ليضنوا عليه بشيء لكن أراد أن يعلم أمته مرت عليه جنازة فقام صلى الله عليه وسلم لها واقفا قيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وعمر بن الخطاب يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين ثم يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب ويمر في رحلته إلى الشام بقوم مجزومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم من بيت مال المسلمين وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة أبي لؤلاء المجوسي فلم يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت فيقول أوصي الخليفة من بعد بأهل الذمة خيرا أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفهم فوق طاقته وعبد الله بن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد أخرى وذكر القاضي عياد أن الوزير عبدوني بن صعد النصراني وزير الخليفة المعتدد بالله العباسي قام له القاضي ورحب به فرأى إنكار الشهود لذلك فلما خرج الوزير قال القاضي قال علمت إنكاركم لكن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين وهو سفير بيننا وبين المعتدد وهذا من البر وتجلت هذه السماحة في مواقف كثير من الأئمة والفقهاء كذلك المستشرق توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام يتكلم عن تحت عنوان تسامح العرب وعهدهم أما ولايات الدولة البيزنطية التي سرعان ما استولى عليها المسلمون ببسالتهم فقد وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة بسبب ما شاع بينهم من الأراء اليعقوبية والنستوري فقد سمح لهم أن يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد اللهم إذا استسنين بعض القيود وتكلم أيضا عن الخليفة عمر بن الخطاب حين سلم له بيت المقدس فقال في الوسيقى التي كتبها أو هذه الشروط هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان أهل القدس أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ثم قال وأكد على أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم وفرض عليهم الخراج خمسة دنانير من الموسرين وأربعة من الطبق المسطى وزار عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق وقيل إنه بينما كان في كنيسة القيامة وقد حان وقت الصلاة طلب البطريق إلى عمر أن يصلي هناك ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيما بعد أنه محل لعبادة المسلمين وأثر عن عمر أنه أمر أن يعطى قوم مجزومون بالجزام يعني من النصارى من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت وهو لا ينسى الزميين وهم أصحاب الديانات الأخرى الداخلون في حماية المسلمين حتى في أخرى وصاياه كما سبق أن بيّن كذلك المسيحيون كانوا يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني توسع معاوية في إلحاق المسيحيين بخدمته وحذى حذوه في ذلك أفراد آخرون من البيت المالك وطالما شغل المسيحيون مناصب عالية في بلاط الخليفة مثل الأخطل وهو عربي نصراني كان شاعراً للبلاط واحد اسمه يوحنى الدمشقي كان مستشار الخليفة عبد الملك وكان في خدمة الخليفة المعتصم أخوان مسيحيان وواحد منهم كان يدعى سلمويه زي ميسكويه ويظهر أنه كان يشغل منصباً قريب الشبه من منصب الوزير وكانت الوثائق الملكية لا تتخذ صفة التنفيذ إلا بعد توقيعه عليه على حين عهد إلى أخي إبراهيم بحفظ خاتم الخليفة كما عهد إليه بخزانة بيوت الأموال واختار عبد الملك عالماً مسيحياً من مدينة الروه يدعى إثناث مؤدباً لأخيه عبد العزيز وأمثلة كثيرة عهد المعتدد عمر بن يوسف والي الأنبار كان مسيحياً وقد وافق الخليفة على تقليد هذه الولايه بحجة أن النصرانية في نظره أجدر بأن يستخدم إذا وجد صالحاً وكان نصر بن هارون مسيحياً وكان كبير وزراء عضو الدولة البويه الذي حكم العراق أيضاً مسيحياً كذلك من شأن المنتصر أن يستبد ويملي شروطه حينما انتصر المسلمون عقدوا معاهدات مع القبائل من هذه قبيلة تغلب أباح لهم البقاء على نصرانيتهم صالح نصارى نجران وتركهم أحراراً في دينهم وجه عماله لأخذ الجزية ممن أقام على نصرانيته فعل مع النصارى واليهود في بلاد العرب اقتدى به المسلمون عندنا أبو بكر أوصى أسامة بن زين بالوصية المعروفة لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقلوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شجرة ولا بعيراً إلا للأكل وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وعمر يأمر قائده أن لا يجعل بلاد الزمين ميداناً لحربه حتى لا يصابوا بشرور الحرب ونحن نرى في العصر الحاضر أن الدول تتحارب في غير أوطانها وتنزل أفدح الأضرار بالمسالمين ممن لا ناقة لهم في الحرب ولا جمل أوصى أبا عبيدة بن الجراح بقوله سيدة عمر وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحقها ووفّ لهم بشرطهم الذي شرط لهم في جميع ما أعطيتهم وفي عهد عاهد خالد بن وليد أهل دمشق على الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصور مدينتهم لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم ولا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية ولهم بذلك عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء المؤمنين أمثلة كثيرة وفي عهد وضعه الإمام الشفعي طويل وله استمت منه العلماء أن ذمة المسلمين تبرأ من عهدهم للذمين إذا خانوا لكن حينما يتعامل الذم مع مسلم فعلى الذم أن لا يجرئ على مخالفة دينه إذا أهل الذم يعاقبون على القتل على الذمين أداء الجزية لكن في النهاية قال الدولة الإسلامية مكلفة أن تحمي الذميين وأموالهم من عدوان المسلمين ومكلفة أن تدرأ عنهم الظلم الذي تدرأه عن المسلمين لأنهم بعض الرعية وقد عرض الدكتور أحمد محمد الحوفي في كتابه سماحة الإسلام لعدد من صور التسامح الفعلي مثلا في صلح الحديبية اشترطت قريش على النبي شروطا قاسية من جاء من محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش لا ترده إلى محمد ومن جاء إلى محمد بغير إذن وليه رده محمد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الجائر لحكمة الرآها وأبو جندل تضرر وأبو بصير لكن سماحة الإسلام وسماحة الإسلام تتجلى في هذا الموقف المهتاج الذي تطمئن فيه النفوس إلى الانتقام فقد كانت الأمم تعامل أسراها معاملة العدو البغيض فتقتلهم أو تبيعهم أو تسترقهم أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عامل أسرا بدر معاملة حسنة ذلك أنه وزع الأسار السبعين على أصحابه وأمرهم أن يحسنوا إليهم فكانوا يفضلونهم على أنفسهم في طعامهم ثم استشار أصحابه في شأنهم فأشير عليه بقتلهم وأشير عليه بفدائهم معروف موضوع أسرا بدر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الفداء وحتى سهيل بن عمر كان من المشركين قيل له لابد أن تنزع إحدى ثنياته ثنيتي السفلياي فلا يستطيع الخطابة لأنه كان ضد الإسلام وكذا يعني حجة ظاهرة قال لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا وأطلق أسرا بالمصطلق ولما فتح مكة قال لقريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم عمر بن الخطاب كان بالشام وحانت الصلاة وهو في كنيسة القيامة طلب البطريق من عمر أن يصلي فيها وهم أن يفعل ثم اعتذر أنه يخشى أن يصلي بالكنيسة فيدعي المسلمون فيما بعد أنها مسجد لهم فيأخذوها من النصارى كتب للمسلمين كتابا يوصيهم بأن لا يصلوا على الدرجة التي صلى عليها إلا واحدا واحدا غير مؤذنين للصلاة وغير مجتمعين إن هذه ليست سماحة فحسب وإنما هي سماحة مضاعفة تتخطى الحاضر إلى المستقبل وكان ينصف من يشكو إليه من النصارى اليهود كثيرا يعني هذه النصوص رحب القبط بالفتح الإسلامي ولقوا من عمر أعظم التسامح لأنه انقذهم من الاضطهاد الديني ومن عسف الروم وتنكيلهم بمخالفهم في المذاهب ثم فتح المسلمون أسبانيا فاتخذوا أنجدوا سكانها من العسف والمذلة وكانوا يحكمونهم كان حكمهم فاسدا بغيظا إلى الشعب لأنهم على الرغم من تنصرهم ترفعوا عن السكان الأصليين وعاشوا وحدهم في أبراج من العاج فكانوا مطبقة العليا واستأثروا بالضياع الواسع وحرموا المصاهرة إلى الأهلين ولم يكن اختلاف الدين مانعا للذمين من أن يوظفوا في الدولة فقد اصطنع عمر بن الخطاب بعض الأسرى كتابا له ووظفهم في الدولة ويلد يوراند صاحب كتاب قصة الحضارة يقول لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزردشتيون لما أدبعز ردشتي من الفرس واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية هذه الأيام فقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي لون خاص أما في العصر العباسي اشتهر من بين أهل الذمة كثير من العظماء واحد كان اسمه جرجيس طبيب الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وثق فيه الخليفة وأكرمه وكان في واحد تان اسمه جبرائيل طبيب هارون الرشيد الذي قال عنه الرشيد من كانت له حاجة إليه فليخاطب بها جبريل لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني وكان مرتب الطبيب عشرة آلاف درهم شهريا وتارتون برضو صاحب كتاب عن أهل الذمة أشاد بتسامح المسلمين فقال والكتاب المسلمون كريمون في تقدير فضائل هؤلاء واهتم الكتاب المسلمون بالأديان والمذاهب فكان ابن حزم الأندلسي أندلسي ملما بالإنجيل واللاهوت المسيح ابن خلدون كان ملما بالإنجيل والتنظيمات الكنسية القلق شندي كان يرى ضرورة معرفة الكاتب في كتاب صبح الأعشر بأعياد الزميين الدينية المقريزي ذكر تفاصيل كثيرة عن أعياد النصارى واليهود وتحدث عن فرقهم المختلفة وذكر أسماء بطريقة الإسكندرية وتحدث كل من القزوين والمسعود عن طوائف أهل الذمة في كتابه التنبيه والإشراف وكتابه مروج الزهب للمسعود وهكذا غستاف لبون ننقل منه نصاً أخيراً يقول وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه عادة الفاتحون ويسيء معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشر في العالم ولو فعلوا هذا لتألبت عليهم جميع الأمم التي كانت غير خاضعة لهم ولأصابهم مثل ما أصاب الصليبيين عندما دخلوا بلاد سوريا مؤخراً ولكن العرب اجتنبوا ذلك يقصد العرب والمسلمون بس دائماً في كتابه يسميه حضارة العرب فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أدركوا أن النظم والأديان ليست مما يفرد قصراً ما يفرد إجباراً فعاملوا كما رأينا أهل سوريا في الشام ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيرة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقاً في مقابل حفظ الأمن لهم أو بينهم فالحق ينتهي إلى هذا القول في آخر كتابه لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب والمسلمين ولم تعرف ديناً مثل دينهم أما ما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقومت جميع الغارات وبكت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب ويذكر أمر مصر التي لم يوفق فاتحوها من الفرس السابقين والأغارقة والرومان أنهم يقضوا على الحضارة الفرعونية لكن الإسلام هو الذي مكن المسلمين في مصر وقضى على الحضارات صارت حضارات غير أساسية لأنه تركها وهكذا نريد أن نختم طبعا في بلاد أسبانيا لكن كان في موقف في أيام خلافة الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قتيبة بن مسلم الباهيل رحمه الله كان يفتح المدن وينشر دين الله في الأرض وفتح الله عليه مدينة سمرقند ومعناها وجه الأرض افتتحها بدون أن يدعو أهلها للإسلام أو الجزية ثم يمهلهم ثلاثا كعادة المسلمين ثم يبدأ القتال فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر مخالف لتعاليم الإسلام كيف علموا؟ كتب الكهنة رسالة إلى سلطان المسلمين في ذلك الوقت وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسلوا هذه الرسالة مع واحد من أهل سمرقند يقول هذا الرسول أخذت أتنقل من بلد إلى بلد حتى وصلت إلى دمشق دار الخلاف فلما وصلت أخذت أتنقل في أحيائها وأحدث نفسي أن أسأل عن دار السلطان فأخذت على نفسي أن تغطي باسم السلطان أن أوخذ أخزا فلما رأيت أعظم بناء في المدينة دخلت إليه ظنا أنه دار السلطان وإذا أناس يدخلون ويخرجون ويركعون ويسجدون فعلم طبعا أنه مسجد فواحد من الناس خرجوا قال له من أنت ولماذا لا تصلي قال أنا على دين أهل سمرقند فأخذ يكلمه عن الإسلام بل حتى أسلم لكنه قال دلني على أمير المؤمنين قال اسلك ذلك الطريق فتلك دار أمير المؤمنين قال فذهبت واقتربت وإذا برجل يأخذ طينا ويسد به ثلمة في الدار وامرأة تناوله الطين قال فرجعت إلى الذي دلني وقلت أسألك عن دار أمير المؤمنين وتدلني على واحد طيان اشتغل في الطين قال هو ذاك أمير المؤمنين قال فطرقت الباب وذهبت المرأة وخرج الرجل فسلم علي ورحب بي وغسل يدي وقال ما تريد قلت هذه رسالة من كهنة سمرقند فقرأها ثم قلبها فكتب على ظهرها من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عامله في سمرقند أننصب قاضيا ينظر فيما ذكره ثم ختمها وناولاني إياها فأخذتها وقلت لو لأني خشيت أن يكذبني أهل سمرقند لألقيتها في الطريق يعني يا رسالة دي ماذا ستفعل ماذا ستفعل هذه الورقة وهذه الكلمات في إخراج هذه الجيوش وذلك القائد الذي دوخ شرق الأرض برمتها ثم قال وعدت بفضل الله مسلما كلما دخلت بلدا صليت بمسجدة وأكرمني أهله فلما وصلت إلى سمرقند وقرأ الكهنة الرسالة أظلمت عليهم الأرض وضاقت بما رحبت وذهبوا بها إلى عامل عمر على سمرقند فنصب لهم واحد اسم جميع بن حاضر الباجي قاضبة لينظر في شكواهم ثم اجتمعوا في يوم وسألناه فقلنا اجتاحنا قتيبة ولم يدعونا إلى الإسلام ويمهننا لننظر في أمرنا فقال القاضي لخليفة قتيبة وكان قد مات قتيبة رحمه الله أنت ما تقول قال لقد كانت أرضهم خصبة وواسعة فخشي قتيبة إن آذنهم وأمهلهم أن يتحصنوا عليه قال القاضي لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله وما خرجنا فاتحين للأرض نضرب الناس ونظلمهم ثم قضى القاضي بإخراج المسلمين على أن يؤذنهم القائد بعد ذلك وفقاً للمبادئ الإسلامية تم إخراج الجيش بأكمله بعدته وعتاده ما ظن أهل سمرقند أن تلك الكلمات التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز ستفعل فعلها ولكن ما غربت شمس ذلك اليوم إلا ورحل الجيش الإسلامي من أرض سمرقند خرج الجيش كله ثم أخذوا يدعونهم إلى الإسلام أو الجزة أو القتال فلما رأى أهل سمرقند ما لا مثيل له في تاريخ البشرية من عدالة تنفزها الدولة على جيشها وقائدها قالوا هذه أمة حكمها رحمة ونعمة فدخل أغلبهم في دين الله أفواجا وفي النهاية نريد أن نشير إلى قيمة التسامح في دولة الإمارات كما ذكر أحد الكاتبين وأشار إلى أنه أعلن في العاشر من فبراير 2016 عن تشكيل وزارة للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محددا حين لخص مهمة الوزارة الجديدة في ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات فهو هنا يتحدث عن شيء موجود يراد تعميقه وتعزيزه وينظر إليه أو يدرك بوصفه قيمة أساسية أي لا إنكار لها ولا غنى عنها ولا فكاك منها حتى لو كان هذا يثير حفيظة أو يبعث قلق البعض ممن يعتقدون وهما أن التسامح في شقه الديني على وجه الخصوص في تساهل وتفريط متناسين صفحات مشرقة من تسامح المسلمين أيام وجود الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يجيرون المستجير ويغيثون الملهوف ويكرمون وفادة الضيف ويحسنون إلى الجار ويحترمون اعتقادات الناس ومذاهبه إن الإمارات التي يعيش على طرابها أناس ينتمون لما يزيد على مئتي جنسية من مختلف الأعراق والألوان والمذاهب والأديان يمارسون حرياتهم الدينية ويقيمون شعائرهم في معابدهم ويقومون بدورهم في خدمة الوطن بروح التسامح والتعاون فمنهم العامل والتاجر والموظف والمزارع والخبير والطبيب والمهندس والمدرس ولعل هذا يفسر حصول الإمارات على المركز الأول على مستوى العالم في التعايش السلمي وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن مظاهر التسامح في دولة الإمارات من بعوها النزوع إلى التدين الوسطي وتقاليد القبيلة وقيمها وإرث القائد المؤسس لدولة الإمارات وبعض القوانين المطبقة لا سياماً التي تم استحداثها مؤخراً مثل قانون مكافحة الكراهية والتمييز إلى جانب سمات مجتمعات الوفرة وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح أن دولة الإمارات أصبحت في طاليعة الدول المانحة للمساعدات حول العالم بفضل قيادتها الرشيدة التي تعتمد العطاء ومساعدة الشعوب وتعتبرها أولوية ضمن استراتيجيتها ورؤيتها للمستقبل مشيرة إلى أن التسامح والعطاء يعدان جزءاً أصيلاً من قيم الشعب الإماراتي الذي يحتضن ما يزيد على مئتي جنسية تعيش وتعمل ضمن مجتمع واحد في تناغم ووئام تامين وأشارت وزيرة الدولة للتسامح إلى التاريخ الطويل لعطاء دولة الإمارات الذي سطر بداياته المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع قيام الاتحاد بتأسيس صندوق أبو ظبي للتنمية بهدف مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية ليمتد هذا العطاء اليوم لمساعدة أشقائنا في سوريا واليمن ومنذ انضمامها في عام 2009 إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكنت دولة الإمارات من التعاون مع المنظمات الحكومية والخاصة حول العالم إلى أن قامت الدولة بتطوير برامج المساعدات في عام 2013 لتتمكن من التخطيط السليم لمعرفة احتياجات الدول وقال الدكتور محمد مطر الكعب رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والعقاف إن التسامح في الإمارات من أجل وأوضح مؤشرات التعاون البناء بين مختلف المكونات الاجتماعية وهي ثقافة أصلها في مجتمعنا ديننا الحنيف وحكمة قيادتنا الرشيدة ببعديها الإنساني والحضاري وقال المستشار الديني علي الهاشمي في وزارة شؤون الرئاسة إن التسامح دليل قوة ونهج حضاري ويعطي فكرة ثمينة عن المتسامح فهو الذي يتنازل عن بعض حقوقه في سبيل المصلحة العامة وأكد الدكتور فاروق حماد المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبو ظب أن التسامح والتآلف والتعايش والتعاون واستحداث هذه الوزارة نقلة سديدة لتخفيف معاناة الحاضر المؤلم وبارقة أمل أمام الشعوب في المستقبل وأكد صفراء وديبلماسيون غربيون أن دولة الإمارات تمثل مركزا للتواصل الحضاري العالمي ونموزا يحتزى به في مجال التسامح الديني والتعاوج بين مختلف الثقافات وأشاروا إلى ما تتميز به الإمارات من احتوائها لجنسيات وثقافات مختلفة وتمتع الجميع بحقوقه كاملة مشددين في الوقت نفسي على ضرورة الحوار بين الثقافات في العالم ودعا السفراء والمتحدثون الرئيسيون في الملتقى إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال التقريب بين الحضارات والتعايش السلمي وتعايش الجنسيات المختلفة وشددوا على ضرورة أن يؤسس الحوار بين الحضارات والثقافات على قائدة الاحترام المتبادل بين المنتسبين لهذه الثقافات لكن في النهاية دعا الدكتور أحمد الزامل في محاضرته من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأقاف بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات دعا إلى تضافر الجهود لمواجهة مختلف مظاهر التعصب والتفرق والتطرف أكثر من أي وقت المضى والعمل على ترسيخ أجواء السلام والوئام والأمن وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي أمر بها الله تعالى لحماية الحياة البشرية ونشر ثقافة التعايش السلمي والتفاهم المتبادل واحترام الكرام الإنساني وأكد الدكتور أحمد الزامل أن دولة الإمارات كانت وستبقى واحة للتسامح والتعايش السلمي والعيش المشترك وأن هذه المبادئ شكلت الرؤية المستقبلية للمؤسس المغفور له الشيخ زيد بن سلطان طيب الله الثراه الذي أسس هذه الدولة على قيم الحب والاعتدال والتسامح والتعايش المشترك وهذا ما ترسه اليوم قيادتنا الرشيلة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نهجاً راسخاً في مسيرة التسامح والتعايش السلمي واستكمال هذا النهج بإصدار القوانين والتشريعات التي تضمن حرية الاعتقاد والتسامح الديني وقانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أسهم في تعزيز التعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة ومنع الإساءة إلى أي دين من الأديان وحماية الحريات وصيانة المقدسات هذا وبالله التوفيق وأجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته